افتتح رئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبدالوهاب منتدى الاستثمار والشراكة المصري البرتغيلي الأول بالعاصمة لشبونة وذلك بمشاركة أكثر من 80 شركة مصرية وبرتغالية وأكد رئيس هيئة الاستثمار في الجلسة الافتتاحية للمنتدى مؤصلة تحسين منخ الأعمال ودعم القطاع الخاص وتسير جميع الإجراءات للأنشطة الاستثمارية وعلى رأسها رخصة ذهبية للشركات التي تنفذ مشروعات استراتيجية تسهم في تحقيق قطة مصر التنموية داعيا مجتمع الأعمال البرتغالي إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها مصر للمستثمرين